السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تأملات في سورة المدتر نريد ان نفهم ما هي المقاصد والغايات والحكم والاحكام التي ارشد اليها المولى عز وجل في هذه السورة المباركة في مطلعها يقول الحق جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدتر قم فاندر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر هذه السورة هي ثاني ما نزل من القرآن الكريم في الاول كان اول ما نزل من كتاب الله تعالى هو سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق المقطع الاول منها لما نزلت هذه السورة على قلب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو كان امي لا يقرأ ولا يكتب وربنا عز وجل يطالبه بالقراءة اقرأ ليست قراءة ابجدية وانما قراءة في التأمل في مضاهي الكون وسر الوجود وحقائق الاشياء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انا داك رأى جبريل امين الوحي سفير الملائكة ورأاه على سورته وجبريل عنده سبعمائة جناح جناح واحد اذا نشره يسد به الافق خلق غريب يدل على عظمة الخالق عز وجل محمد بن عبد الله اول لقاء له مع هذا الوحي فرجع الى بيته الى خديجة بنت خويلد زوجته فقال لها دتروني دتروني كان صلى الله عليه وسلم يشعر بالبرد وبالحر كان يشعر بانه في وضع صعب ترتعد فرائصه من شدة البرد وتعلوه الحرارة ويقول صبوا علي قربة من الماء ودتروني دتروني فجاء القرآن الكريم مرة ثانية عاد جبريل البرد فانزل عليه هذه السورة التي هي ثاني سورة انزلت في كتاب الله تعالى الخطاب من عند الله جاء الخطاب القرآني يخاطب نبي الله فيقول له يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرَ هدفه تلطف كان بالإمكان أن يقول أيها النبي أو يا أي الرسول ولكن هذه بداية الدعوة فقال يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرَ لأن سيدنا النبي من شدة البرد القارس الذي يشعر به وقد جاءه الوحي قوي كان يسمع له أزيز كأزيز النحل أو كأزيز المرجل فقال يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِرَ قُم فأندر ربنا قال له يا محمد نحن لم ننزل عليك الوحي من السماء ولم نكلفك بالشريعة لكي تذهب لتنام أنت وظيفتك الآن هي القيام قم فأنذر ما معنى قم القم يعني أنه سوف يقوم بشؤون الدعوة لأن الذي سوف يدعو إلى ربه لا بد أن يكون قائما والقيام يعني أنه لا يتصور أن إنسان يجلس على آريكته وأنه نائم أو مستلق على ظهره ويدعو إلى الله الدعوة من مقتضايتها القيام لأن هناك رجال التبليغ والدعوة أنهم يقومون ويسيرون في الطرقات ويبلغون دعوة الله والمعنى الآخر معنى قم يعني قم الليل أيضاً لأن السورة التي سوف تأتي فيما بعد هي سورة المزم قم الليل إلا قليلاً لا بد لكي تقوم بالدعوة على أحسن قيام لا بد أن يكون لك نصيب من قيام الليل والناس نيام حتى تستطيع أن تتلقى الأنوار الإلهية والبركات الربانية لأن الذي سوف يقوم بأعباء الدعوة وبأعباء تبليغ الرسالة لا بد أن يكون قوياً والقوة تكون بدنية ومعنوية وعقلية ومادية لا بد أن يمتلك زمام القوة لكي يستطيع أن يقوم بأعباء الدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر لم يقل قم فبشر بعض الناس قالوا وكأن الإسلام من أوله جاء بالإنذار حشو كلا الإسلام جاء بالبشارة وما أرسلناك إلا قمة للعالمين فربنا لم يقل قم فبشر وإنما قال قم فأنذر لأن الغالب على أهل قومه في ذلك الزمان كانوا في جاهلية جهلاء كانت هناك عبادة الأصنام والأوتان وكان هناك الظلم والفساد وكان هناك الاستبداد وكان هناك التفسخ الأخلاقي فماذا يبشر فلا بد أن ينذر لهذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قاله لقومه إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم فجاء القول بالإنذار يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطغر والرز فهجر ولماذا قال ربنا وثيابك فطهر ولماذا قال وربك فكبر لأن الذي يقوم بالدعوة لا بد أن يرفع لواء الدين ولا بد أن يرفع حنجرته بالتكبير فأهل الله دائما يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحامد أهل الله لا بد أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير لأن الناس في ذلك الزمان الزمان الجاهلي كانوا يعبدون الأصنام الساف ونائلة وهبل واللات والعزة فيذكرونهم بأصوات مرتفعة فأمر ربنا عز وجل نبيه أن يرفع صوته وحنجرته بتكبير الله في زماننا قد يكون هناك من يرفع أصوات أخرى هناك من يرفع مرجعيات فكرية أو فلسفية مناقضة أو مضادة للتصور الإسلامي فلابد إذا كنت في محفل أو في ملتقى أو في مؤتمر لابد أن ترفع صوتك بذكر الله وتنتصر للمرجعية الإسلامية لأنها من صميم عقيدتنا لابد أن تكبر لا تخشى ولا تستحي وإنما ينبغي أن تكون عندك جرأة لأن الله تعالى يساندك وربك فكبر وثيابك فطهر فالمقصود من الذي يقوم بالدعوة لابد أن يكون طهرا في لباسه وفي جسمه لابد أن يكون دائما دائما فيه طهارة لهذا شرع الإسلام الوضوء والغسل وشرع النظافة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أصلحوا رحالكم وأحسنوا لباسكم وكونوا في الناس كأنكم شامة فالمؤمن الداعية ورجل العلم والفقيه والمصلح لابد أن يكون طاهرا والطهارة هنا تشمل الطهارة الجسمية والطهارة النفسية والطهارة الإيمانية فقلبه لابد أن يكون طاهر لابد أن تغسل قلبك من الشرك ومن الأوتان والأضران وتبتعد عن الكراهية والبغض وأن تملأ قلبك بالمحبة وبالصدق وبالإيمان هذا ما يسمى بالتخلية قبل التحلية التخلية لابد أن تطهر قلبك من الأمور السيئة ثم تطهره وتملأه بالأمور الإيمانية وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فهجر فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولما كان طفلا كان أخواله وخالاته وعماته كانوا يستقدمونه لكي يشاركهم أفرحهم ويشاركهم مواسمهم كانت تعقد هناك مواسم لأتجارة وفيها أصنام وأوتان وفيها عادات وتقاليد جاهلية فكان ربنا عز وجل يمنع سيدنا النبي أن يقع في مثل هذه المشاركات ولما كبر قال له أهجر كل هذه الأصنام والأوتان والضلالات لابد أن تهجرها ما يسمى بالهجرة الهجرة النفسية أولا ثم بعد ذلك هناك هجرة بدنية والرز فهجر ولا تمن تستكتر يا محمد إياك أن تبد يدك لأحد حتى يكون عندك منه إياك أن تطمع في مال الناس إياك أن تحتاج إلى الناس يكفيك ربك ربك سوف يطعمك وسوف يسقيك وسوف يغنيك وإياك أن تتودد إلى الناس بالهدايا من أجل فيما بعد يملون عليك شروطهم ويملون عليك أفكارهم وتغير حقيقة هذا الدين ويصبح في الضياء ولا تمن تستكتر ولربك فاصبر لابد أن تصبر يا محمد إنك سوف تقوم بأشؤون الدعوة وتكاليف الدعوة والأمر شاق سوف تجد هناك من يعترض طريقك وسوف تجد من هناك يناصبك العداء فعليك أن تصبر سوف تجوع وتعتش وتتغرب وسوف يقال فيك كلام سيء وسوف تطعن من الخلف إصبر هذا الصبر لابد أن يكون لربك هناك بعض الناس يصبرون لغايات يصبر لكي ينال منصب يصبر لكي ينال ترقية يصبر لكي يتزوج بفتاة هذا صبر دنيوي لكن الصبر الحقيقي الذي لا يساوره يأس هو الصبر لله كل من صبر لله لربك فربنا عز وجل يعوضه هذا الخطاب وجهه ربنا عز وجل لنبيه في أول الدعوة فكان الثاني ما نزل من القرآن هذا المقطع مباشرة سيدنا النبي قام للدعوة وجمع قومه وقال لهم لقد جئتكم بخبر إني لكم ندير بين يدي عذاب شديد وطبعا أن قومه سوف يرفضون وسوف يناصبونه العذاب وسوف يقولون بأنه مجنون وسوف يقولون بأنه كاهن وسوف يقولون بأنه شاعر وسوف يقولون بكلام طويل عنهم ومنهم من يقول بأنه يطمح للرئاسة وأنه يريد الزعامة والقيادة أو يريد أن يجمع المال أو يسيد نفسه علينا قالوا فيه كلام كثير لكن النبي المصطفى كان مكلف بمهمة ربانية عظيمة ربنا قاله قم ولازل النبي قائما على أمر الدعوة 23 سنة حتى توفاه الله تعالى ولم يجلس ولم يرتح حتى قبض وانتقل إلى الرفيق الأعلى لما تلقى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصد والرد واعتبروا بأن هذا الدين مرجعية جديدة وغزو فكري وأنه جاء بأفكار تريد أن تخلق البلبلة وتريد أن تخلقها استضام داخل المجتمع وأن هذه الأفكار قديمة وبالية ذكرها الأنبياء الصابقون من أمثال إبراهيم وموسى وعيسى وأننا في عصر الحداتة وعصر التقدم وحاصروه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء القرآن الكريم يؤكد حقائق مهمة فقال ولربك فاصبر إلى أن قال فإذا نقر في الناقوري فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ينتقل ربنا عز وجل ويدكر هؤلاء الجهات الذين ينصبون الإسلام العداء بحكم أنهم متقفون وأنهم منفتحون وأنهم تقدميون وحضاريون وما يكون في فصل في الدراسة فيدق الجرس بنهاية ساعة الدراسة هكذا الحياة أيضا لها نقوس يوم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير هذا اليوم صعب جدا على من؟ على الكافرين فقط أما المؤمنين المتقين الصالحين فإنه يوم فوز ويوم عز ويوم كرامة ثم قال القرآن الكريم ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومن غدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيدك كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا ربنا يعطينا نموذج لشخص قوي عنده فكر وعنده مال تصدى لمحاربة الدعوة وفي كل زمان وفي كل عصر إلا وهناك من ينتصبون لمحاربة الدعوة مثل في عصرنا اليوم في عصرنا هناك أناس أنشأوا فضائيات وأنشأوا قنوات وأنشأوا وسائل تواصل من أجل محاربة الدعوة بحكم الحداتة وبمبرر الديمقراطية وبمبرر أن نحارب الرجعية ففي كل زمان هناك نماذج هذا النموذج تحدث عن القرآن الكريم والعلماء يقصدون به شخص معين إنه الوليد ابن المغيرة المخزومي رجل أعطاه الله مال وفير وكان كبير السم أعطاه حكمة كان شاعر يحفظ أشعار العرب ويحفظ الفلسفة والفكر والأديان بل قيل بأنه كان يحفظ حتى أشعار الجن الجن من بني الأزرق ومن بني الأصفر ومن يزحف على بطنه ومن يطير بجناحيه كان حفاضا وكان فيلسوف وكان يطمع أن يكون هو النبي كان يطمع أن يكون هو النبي فلما سمع بأن محمد بن عبد الله صار نبيا شعر بالغيرة وشعر بالإشمئزاز قال هذا النبي هذا محمد بن عبد الله أمي لا يقرأ ولا يكتب وهو راعي للغنم وهو فقير أما أنا فالأدن المغيرة كان عنده مال وفير وكان عنده أولاد اسمك مايكو القرآن الكريم ذرني وان خلقت وحيدا ربنا يذكره يا وليد لا تغتر لقد خلقتك وحيدا دخلت إلى الدنيا صغير حافي القدمين عاري الجسد لم تكن تملك شيء ثم أعطيتك يا وليد جعلت لك مالا ممدودا يعني ماله كان كثير كان عنده ضيعات ومزارع في المناطق المترامية مال كثير تجارة خوافل جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا أعطاه الله تعالى تسعة من الأولاد الدكور أقوياء وتزوجوا وأنجبوا حفدة فكان عنده عدد كبير من الأولاد والحفدة جعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ربنا عز وجل أكرمه يسر له الأمور مهد له الطريق هلد وفي فمه ملعقة من دهب وجد ورده أترياء ووجد المكان آمن وأعطاه صورة جميلة وأعطاه حكمة ربنا مهد له كل شيء عوض أن يحمد الله ويشكره إذا به يناصبه العداء ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا ما يزيد يطمعها الوليد بن المغيرة يطمع أن يكون هو النبي لا يرضى أن يكون آخر يوجهه لا يرضى أن يكون آخر يملي عليه كيف يعيش كيف يفهم الوجود وكيف يقنن الحياة فقال ربنا عز وجل كلا إنه كان لآياتنا عنيدة العناد هناك من يكون عنيد عن الدعوة يرفض الدين ويرفض القرآن ويرفض السنة ويرفض المبادئ والمقاصد السامية التي جاء بهذا الدين ليس لأنها غير منسجمة مع الحياة أو أنها لا تواكب النمو الاقتصادي والتفتح الاجتماعي وإنما فقط عنادا كراهية في قلبه رغم أنه يقول أنه فاهم وأنه فيلسوف وأنه يفكر بعيد لكن في الأصل وحقيقة الأمر أنه فقط عنده عناد في قلبه مرض في قلبه كلا إنه كان لآياتنا عنيدة سأرهقه صعودا ربنا يتوعد إنه الجبار لأن من حارب دين الله ربنا وعده بأن يواجهه سأرهقه صعودا قالوا بأنه لما ينزل والعياد بالله نسأل الله السلامة والعافية ينزل إلى الدرك الأسفل من النار يصعد في الأدراج يصعد في درج النار ثم ينزل يصعد ثم ينزل مثل ما يقال بأستورة بوتريموس التي عند اليونان أن الآلية خلقت إنسان وضعت له صخرة فوق رأسه وكان يصعد إلى قمة الجبل وقبل غروب الشمس تتملص له الصخرة وتسقط في الأرض ويعود مرة تانية عذاب أليم يبقى فيه هكذا معنى الآية سأرهقه صعودا سيتعب عذاب أن الله تعالي يقوله إصعد إلى الأعلى يصعد ثم ينزل إصعد إلى الأعلى وينزل هكذا عذاب أليم في النار والعياد بالله ثم قال ربنا عز وجل هذا الشخص الوليد بن المغيرة في الأول دفعه كفار قريش وقال له يا وليد اذهب إلى محمد واسمع ما يقول أنه قرآن فذهب فسمع القرآن فأعجب به أول الأمر أعجب بالقرآن قال هذا كلام جميل هذا كلام رائع هذا كلام حق فآمن فلما بلغ الخبر كفار قريش قالوا يا ويحنا يا ويلنا إذا أسلم الوليد ابن المغيرة فإن كل أحياء العرب سوف تتبعه فلابد أن نقف في وجهه فقالوا ماذا نصنع له فبعت له أبو جهل يسمى أبو الحكم فذهب أبو جهل وقال حيلة حيلة قال يا أبا يا وليد يا أبا الوليد سوف نجتمع ونجمع لك مالا قال لي لماذا هل أنا فقير قالوا لو سمعنا أنك ذهبت عند محمد تتودد إليه لعلك تكسب من ورائه مالا فنحن سوف نجمع لك مالا قال كلا أنا أكثركم مال وأنا أعز من أن أتدلل لأحد قالوا ولي ماذا ذهبت عنده قالوا أريد أن أعرف ماذا جاء به من دين فسمعت منه القرآن فأعلمت أنه كلام رب العالمين فقال إذا آمنت به فإن العرب سوف يتبعونك وأنت زعيمنا فقل فيه كلاما فقال له إنه شاعر فقال لا أنا أفهم وأحفظ كلام الشعراء ما كلام محمد بالشعر فقالوا له إنه كاهم قال كلا إني أعرف بالكهان وكلامهم وحيليهم محمد ليس بكاهم قالوا إنه مجنون قال أنا أعرف بالمجنين محمد حاش وكلا ليس بمجنون فقالوا إذن يا ابن المغيرة لقد سحرك محمد لقد سحرك فلما أضارها في عقله وفي قلبه أراد أن لا يتنازل فقال أي نعم محمد ساحر وأطلق هذا الكلام قال له كيف علمت أنه ساحر قال لأن محمد لما تأتي عنده يغسل دماغك ويغير قلبك ألم ترى أنه فرق بين الإبن وأبيه وبين الزوج وزوجها إذا كان الزوج يؤمن والمرأة لا تؤمن أو إذا كان الأب لا يؤمن والابن يؤمن فإنهم يتفرقون آسرة العقيدة أقوى من آسرة القرابة فجمع الناس في النادي وبدأ يفكر لابد من حل فلما فكر وقدر قال أي نعم هذا سحر يؤثر أي سحر يؤثر انظروا إلى جمالية القرآن ربنا يصف هذا المشهد العظيم وكأنه وصف سينمائي لو جئنا برسام وأعطيناه ريشة وأعطيناه لوحة وقلنا له أرسم لنا ملامح الوليد بن المغيرة ما استطاع أن يرسمها كما وصفها القرآن بل أكثر من أن تأتي بكاميرا سينمائية وتصف الملامح والأفعال وردود الأفعال عند الوليد بن المغيرة اسمع ماذا قال ربنا عز وجل إنه فكر وقدر فقوتل كيف قدر ثم قوتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تدر القرآن الكريم يحكي عن أوصاف إنه فكر بدأ يفكر ثم بدأ يقدر ثم أعاد التفكير مرة أخرى وقدر وضرب أخماس في أسلاس وقدم وأخر ثم نظر ثم عبس ثم بصر ثم أدبر ثم استكبر وفي الختام قال إن هذا سحر يؤثر الكريم سبحانه وتعالى توعده فقال سأصليه سقر الذي يعاند دين الله تعالى العنيد والذي يرفض شريعة الله تعالى ربنا يهدده سأصليه سقر ولكن ما هي سقر سقر هو مكان في أسفل النار والعيد بالله وما أدراك ما سقر ما أدراك لن تستطيع أن تفهم ولا أن تستوعب ما معنى سقر لا تبقي ولا تضر والنار خطيرة جدا أنها أكثر من قوة الريح وأكثر مما تتخيل لواحة للبشر لواحة يعني من بعيد تجد بأنها تلوح كأنها أعلام أعلام تتناطر يمين والشمال لواحة وقيل بأنها لواحة أنها ترمي حلقة تلوح لواحة ترمي الآخرين للبشر عليها تسعة عشر يعني الملائكة فيها سعتاش لما نزت هذه الآية اجتمع كفار قريش وأقاموا ندوة يسخرون من محمد قالوا إنه ربك عنده تسعة عشر فقط من الجنود ونحن الآن بالآن بعض الناس إذا وجد خلل بسيط في الدين يقول هنا عوجاج الشريعة كلها باطل حتى في العصرين هذا هناك مواقع على الأنترنت فيها دروس ومحاضرات وفيها مداخلات لأناس يطعنون في الدين وجدوا شيئا بسيط قضية الإرث مثلا للذكر مثل حظ الأنت لماذا نرفض الشريعة بكاملها لماذا ربنا عز وجل وضع مثل هذه الأمور وهي كثيرة لكي يختبر أنت هل أنك تتبع أمر الله تعالى أم تتبع عقلك ومصالحك طبعا العقل موافق للشرع والشرع موافق للعقل لكن أحيانا ربنا عز وجل يضعنا في الاختبار هل أنت تتبع المنطق العقلي وتتبع المصلحة والمنفعة أم أن مصلحتك الحقيقية هي شريعة الله هنا ربنا عز وجل يقول كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إله هذا أيضا فيه تخويف وتحذير للذين يناصبون الله العداء ويطعنون في كتابه وشريعته ربنا عز وجل قد يواجههم بجنوده جنود الله كثر وما يعلم جن ربك إلا هو قد يكون هناك ملائكة جنود قد يكون جان قد يكون إنس قد يكون حيوانات قد يكون أمراض قد يكون هموم وغموم كل من ناصب الله العداء سلط عليه الله تعالى بلاء وقد يكون البلاء مرض وقد يكون البلاء تورى وقد يكون البلاء إنفلت أمني وقد يكون البلاء مجاع أو قحط أو هجوم جراد كل هذا عداب الله تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر يا عباد الله تذكروا تذكروا وانظروا إلى الأقوام السابقة ربكم يخاطبكم كلا والقمر والليل إذا اضبر والصبح إذا أسفر إنها لأحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر ربنا ينتقل ويحدثنا عن القمر وعن الليل وعن الإسفرار وعن الضحى لماذا؟ وكأنه يقول يا أصحاب العقول الكليلة والسقيمة انظروا إلى هذا الكون من حولكم من خلقه ذلك القمر الذي يبزغ وتلك الشمس التي تشرق والصبح الذي ينطلق وإلى السماء والدخان والكواكب والنجوم هذه العظمة هذه الأشيء مدهل عن العقول من خلقه؟ هل خلقه النظام السياسي؟ هل خلقته جهة عسكرية؟ هل خلقه دائرة علمية أو فلسفية؟ من يدعي أنه خلق هذا الوجود؟ هل الطبيعة؟ وهي صماء وعمياء؟ بل الذي خلق هذا الكون العظيم هو الخالق سبحانه وتعالى وهو صاحب الشريعة وهو صاحب العقيدة وهو منزل القرآن فربنا عز وجل يقول لك أيها الفيلسوف وأيها العنيد وأيها المتكبر تواضع وانظر إلى الكون من حولك تعرف قيمة الله تفكروا في خلق الله تهتدوا كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذ أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر الناس هكذا إما متقدم في الإيمان وإما متأخر في الدين الناس ما في واحد واقف كلنا إما بعضنا متقدم في العمل الصالح والإيمان ومنا من يتأخر إلى الوراء الرجعي يتأخر يزيد في العناد فيرجع إلى القهقرة ثم يقول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ربنا ينتقل بنا إلى الدار الآخرة ويخبرنا بأن النفوس سوف تلوم أصحابها النفس اللوامة تقول لصاحبها لماذا فعلت بي كده وكده وزج بي في النار والعياد بالله والنفس المطمئنة تقول هنيئا لك لقد ربيتني ولقد جعلتني أومن وأستقيم على طريقة الله ففزت ورب الكعبة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين أصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم بيمينهم هؤلاء ربنا يخبروا عن مصيرهم في جنات ربنا يعطيهم الجنات ليس جنات واحدة جنات ربنا عنده جنات كثيرة تزينت وتعطرت وتستعد لاستقبال زوارها جنات نعيمة وضعها الله تعالى ما فيها تعب ولا نصب وما فيها شغل شغلهم الوحيد هو النعيم وهو الفرح وهو الخير كل الخير في جنات يتساءلون عن المجرمين وحظ مجموعة من الناس كانوا معنا في الدنيا وكانوا يحاربون الدين وكانوا يجرمون ويقتلون ويسفقون الدماء وينهبون أموال الناس ويطعنون في كل مقدس هؤلاء سماهم الله مجرمين لما اطلعوا أين وجدوهم هم في الجنات فاطلعوا فوجدوهم في سواء السعير فجاء حوار آخر هناك الحوار سوف يستمر حتى بين أهل الجنة وبين أهل النار وكانوا في الدنيا يتقابلون يتقابلوا هذا عنده رأي والآخر رأي آخر فبدأوا يتقابلون قالوا ما سلككم في سقر سقر هو مقام وضيع في نار جهنم والعياذ بالله ما سلكم في سقر لماذا أنتم الآن في سقر كنتم في الدنيا معززين مكرمين كنتم في الأبهة كنتم أصحاب المقامات الشريفة ما الذي سلككم في سقر تعطأوا رؤوسهم وقالوا قالوا لم نكوا من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتنا اليقين هذا والسبب السبب الذي يجعل الإنسان يفقد آخرته ويفقد خلوده الأبدي ويستقر في عذاب النار والعياذ بالله هو هذا العذر ماذا يقولون قالوا لم نكن من المصلين أول شيء أنهم تاركون للصلاة لا يصلون وإذا رأوا الناس يصلون يسخرون منهم تضيعون أوقاتكم الصلاة تعطل عن الإنتاج وتعطل على رفع مشوار التنمية وتضيعون أوقاتكم ثم ولم نكن نطعم المسكين ما كانوا يخرجون زكاة أموالهم ولا يتصدقون على الفقراء وإذا وجدوا فقراء قالوا لو شاء ربهم لا أطعمهم ما يتحدثون عن الفقراء هم عندهم خيرات وعندهم غناء ويبقون في مكان بعيد عن الفقراء والأغنياء لا يردون أن يرونهم ولا يجاورونهم ولا يطعمونهم ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين قالوا بأن هناك فئات قالوا بأن هذا الأمر باطل نعم باطل لقالوا كل ناعق يجرون وراء كل ناعق لا يسألون هل هو على حق وصواب أم على باطل وإنما يخوضون في الباطل وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين ما كلا بعد ولا نشور غير مجرد كلام فارغ الحياة تمضي ثم نموت وننتهي ما كيش بعت ونشور ويوم الدين يكذبون بيوم الدين حتى أتانا اليقين كانوا يكذبون الآن جاء اليقين والدليل والبرهان أن هناك بعت ونشور وحساب وجنة ونار فيندمون يندمون يقول لو كتب لنا لعدنا مرة أخرى إلى الدنيا ونبدأ حياة جديدة لكن ليس هناك رجوع أبدا والعياد بالله فيبحثون من ينقذهم من سوف ينقذك إذا كنت في الدنيا عندك لوبيات وعندك جهات عندها أحكام نافدة تستطيع أن تستنجد بها فتنجدك وتغيتك وتنصرك لكن في الآخرة ممن سوف تستنجد ربنا يجيب فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما في شفاعة لأنهم كانوا أصلا ينكرون الدين فما لهم عن التذكيرة معردين ربنا يرجع ينتقل من ذلك المشهد للقيامة والبعث والنشور ويرجع إلى الدنيا ويقول الآن نحن فيها نبقل في الدنيا إذا نستغل الفرصة لا نضيعها قال فما لهم عن التذكيرة معردين إذا القوش واحد يذكرهم بالله وذكرهم بالآخرة يعرضون التذكرة ما قال يوم كلام شديد هل يوم أذكركم بالله لنا رب اسمه الرحمن الرحيم وإذا خلفناه اسمه شديد العقاب لنا رب أمرنا بالصلاة والصيام أمرنا بغض البصر وإذا وقعنا في الخطأ نستغفر ونتوب ونرجع لكن لا ننصب العداء لأهل الدين لا نكون عنيدين في الشريع إياكم تذكرة نستعد للموت نستعد للقاء الله نتعاطف فيما بيننا يحسن القوي مننا للضعيف هذه التذكرة فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة حتى هذه التذكرة لا يريدونها تمنوا أن حتى هذه القنوات التي تذكر بالله تغلق وأن المساجد تبقى تتكلم عن الحيض والنفاس فقط وكل من يتكلم عن الله والتذكرة يخرص ونقطع عليهم الدعم ونجعل معيشنا في الفقر ربنا قل لك ولا تمنوا تستكتر ما تبددك لأحد ربنا يغنيك من فضله فربنا شبه هؤلاء القوم بماذا؟ كانوا أيام زمان في أهد النبي وفي كل عصر وفي كل وقت وحين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة الحمر يعني الحمر الوحشي ربنا استعار هذه استعارة شكل الحمر الوحشي في الغابة الغابة يكون الحمر الوحشي مخطط وتابع القصورة والأسد يكون في الجهات الإفريقية ربنا استعار هذه الصورة صور معي أن الحمر الوحشي تجري والأسد يتبعها وإذا انقض عليها يفتك بها فإن الحمر الوحشي تهرب كثير هكذا يفعلون لا يحبون أن يستمعوا إلى كلام الله ويفرون صدعتين أو التعلينا كلام ما في فائدة كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة يعني الحمر فرت من الأسد بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كل واحد بغي يأخذ صحيفة يقول أنا الذي على صواب وأنت على خاطأ وهذا كله باطل وهذا مضيع للوقت ومضيع للزمن وأن وقتنا هذا وعصرنا الحالي يحتاج إلى أفكار جديدة حداتية مبتكرة فيها حرية فيها متع فيها شهوة في انطلاق وده فكر قديم ولا وأدبر ويرفع كتابه بأنه على صواب بل يريد كل من مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة هؤلاء الأقوى ما سببهم حقيقة أمرهم أنهم لا يخافون الأخرة الخوف من الله من علامة الإيمان أنك تخاف من الله تخاف من البعث تخاف من النشور تخاف من ظلمة القبر من علامة المؤمن الصادق عنده الخوف الخوف عبادة لكن هؤلاء القوم لا يخافون لهذا ربنا عز وجل يحذرهم لعل بدرة الخوف تأتي إلى قلوبهم لعل الله تعالى يرد بهم إلى جدة الصواب إلى أن قال في الختام الصورة كلا إنه تذكرة كل هذا الكلام الذي ذكرناه مجرد تذكرة ربنا يذكرون فمن شاء ذكره اللي بغي يأخذ هذا الكلام له ذلك وسوف يفوز فوزا عظيما ولي ما بغيش الأمر إليه فهناك حرية في الاعتقاد لا إكراها في الدين لكن ربنا ماذا قال فمن شاء ذكره وما تذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة هذه تسمى تسبيحة القرآن الكريم انتهى بتسبيحة وكأننا ربنا يريد أن يفتح لنا جميعا باب الأمل أن نعود إلى ربنا أن ننخلط في سلك المؤمنين الصالحين الدعاة المصلحين وأن نتذكر دوما وأبدا هناك بعث وهناك نشور إذا تذكرنا ذلك فإن جميع المصائب والأزمات التي نعاني منها في عصرنا هذا أقصر طريق لكي نتخلص منها من الشغب في الملاعب والضرب وسفك الدماء من الإجرام من المخدرات من الصرقة من الاغتصاب مما يسمى بالتشارميل كل هذه الظواهر المفزعة المقلقة أسهل طريق لكي نتخلص منها بدون ميزانية ولا 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 مجالس منتخبة وأن نكترى من التذكرة نذكر الناس بالله وبالبعث والنشور فسوف نستقيم إن شاء الله طريق المستقيمة وربنا يعيننا وما تشاءون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة فحري بنا أن نكتر من قولنا لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة من يشعر بأن نعين في قلبه مرض مباشي اقتنع ليكتر من قوله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فإن ربنا عز وجل سوف يهديه إلى الطريق المستقيم ويحبب له الإيمان ويجعله من أهله وخاصته فلنقول جميعا لا إله إلا الله السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة